تفريغ الكروما والشاشة الخضراء عن طريق موبايلك أو عن طريق الكمبيوتر طريقتين رح نحكي عنهم بهذه الحلقة طريقة للجوال وطريقة للكمبيوتر وهيك من لبي احتياجات الجميع يلي عم بقول بدنا تلائق للكمبيوتر وإيضا بدنا شروحات في عالم صناعة الأفلام للموبايل يسعد أوادكم أصدقائي أنا محمود الجبلي ومن وراء الكاميرا زوج تيراما طحان صناع أفلام سوريين عم نحاول أقدمكم الفائدة من خلال هاي الدروس القصيرة يلي عم نحط على قناتنا اليوتيوب ودروسنا تهتم في عالم صناعة الأفلام وفنة أما موضوع حلقتنا اليوم رح نعطيكم طريقتين لإزالة الكروما والشاشة الخضراء للفيديو أو للصورة عن طريق الموبايل وأيضا عن طريق الكمبيوتر رح نبدأ مباشرة بالطريقة المخصصة للموبايل ورح نستخدم برنامج كاين ماستر بكل بساطة منفتح برنامج كاين ماستر بيفتح معنا بهذا الشكل نضغط هون وهون عبيطلب مني لإياس المخصص للفيديو هلا أنا بدي أعمله بشكل طولي أو بشكل عرضي أو بشكل مربع لنفرض أنه نعمله بشكل عرضي حتى ننشر على اليوتيوب فبنختار 16 ساعة بعدين رح يفتحني الملفات ولازم اختار الملف بداية نختاره الخلفية اللي بتكتو تحطوها للفيديو وبعد تفريغه لهيك أنا رح اختار هاي الخلفية وبقول إشارة الصح من تحت أنا بضغط عليها وبعمل هاي الطريقة لحتى تحدد مدته وبعدين بضغط إشارة الصح الفوق وهلأ صار وقت جيبي الفيديو اللي صورناه بالشاشة الخضراء خلين نضغط على طبقة بعدين منروه على الوسائط هاد موافق بضغط على الفيديو ضغطة مطولة وبسحبه لأول التايم لاين بعدين بضغط ضغطة عليه وعليمين بنزل لتحت على مفتاح الصفاء منقله تمكين وبكبس الزر شلي الكرومة في عندي هون خيارات بسيطة في حال في عندي شوية فيه بزود شوية حتى يطلع عندي شكل تمام وهيك صار ممتاز ومشاشة على اليسار أنا بقدر كبره وصغره لأنه نفرض أنا بدي أعمله بهذا الشكل وحطه هون ونضغط إشارة الصح ومنشوف كيف صار ونجي على أوله ومنضغط بلاي وهذا البرنامج كان مؤثر فيكم تعملوا عليه منتاج وتضيفوا الأصوات وتضيفوا الشير بتكون ياه والله صار وقت ننتقل للكمبيوتر ونشوف كيف نفرغ الكرومة عن طريق الكمبيوتر بكبس الزر هاي أنا يلي حملت فيها كرومة وهيا الوص May ، عبارة عن صورة اللي بدي أحطها بجيب اول شي الصورة بحطها بالتايم ماين وبعدين بضغط ضغطين هون أنا بختار المقطع لدي أ أخده لأفروض بدي السيارة أنا تبدأ من هون بضغط هون وتنتهي من هون spong بضغط هون بشيل المقطع وبضطه فوق بضغط على الفيديو بعدين probably fizer mode بعدين 82 video effects وبعدين keying بعدين Ultra ky وبشيل filter وبحط في الفيديو بعدين بروع على smell وتضغط هون بعدين بضغط على هاي وبحدد له اللون الأخضر وبقول له موافق وبكل بساطة شالت معي الخلفية الخضراء بكبس الزر مثل ما وعدكم خلونا نشوف كيف صارت بهذا الشكل بتوقع طلعت معنا النتيجة كتير حلوة بشغل أقل من دقيقة إذا منعتني بالتفاصيل أكتر بطلع أكتر أقناعهم وأكتر واقعي وهذا الشي منشوفه بتكنيكات الأفلام كيف بابنوا بيئات من الصفر ومنصدقها فعلا نعتقد أني تواقعي وأصدقاء أنا بالحلقة الماضية سألن أكون هذا السؤال شو الفرق بين السيناريو السينمائي والسيناريو التلفزيوني أنا ما عب أحكي بالشكل عب أحكي بالمحتوى شكرا لكل شي علق بإيجابة صحيحة أو إيجابة غير موافقة طبعا من نسبة هذا السؤال أنا سالصافي كانت إيجابته الأقرب للصحيحة وأصدقائي لا فرق بين السيناريو السينمائي والتلفزيوني من ناحية الشكل يعني نكتب كل شيء الرقم المشهد وزمانه ومكانه ولا نكتب حركة الكاميرا مثل ما قال أحد الأصدقاء بالتعليق ويلي حابب توسع أكتر في عنا سلسلة للسيناريو الاختلاف بين السيناريو السينمائي والسيناريو التلفزيوني هو لغة إيصال المعلومة نعتمد بالسيناريو السينمائي إيصال المعلومة عن طريق الصورة البصرية بالدرجة الأولى بينما السيناريو التلفزيوني نعتمد بشكل كبير على الحوار في إيصال الفكرة والقصة وشكرا كتير يلي عب يعلقنا وبتفاعل معنا وعب يدعم القناة لحتى تعمل فائدة على الجميع أما سؤال حلقتنا لليوم بدون ما تدوروا بجوجل وتعوني ما تدوروا بجوجل سؤالي أين أنشئت السينما في أي بلد طلعت السينما عالم صناعة الأفلام أين خطرع شاركونا معلوماتكم في التعليقات لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جر الجرس حطوا لايك وأيضا نتعلقوا أنا محمود الجبلي وزوج تيرامة طحان من رولا الكاميرا صنع أفلام سوريين عم نحاول نقدم لكم المعلومة بشكل مبسط ومفيد وأيضا نتشكر لإستاذ قويس ابننا يلي عطحنا هذا الوقت لنصور في الحلقات منحييكم ومنقولكم سلامة